السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوجل كلاود بلادفورم بتأمن فيتشر جدا جميلة وهي تعتبر واحدة من اليوتيليتز اللي لازم واحد يستخدمها اسمها كلاود تاسك الكلاود تاسك هاي هي عبارة عن fire and forget تاسك بيسوي لها تريجر اي امبليكيشن او اي سيستم بيقدر يسوي تاسك هي عبارة عن بالنهاية تاسك بتقدر تسويها في كود في دوتنت في جافا في بايثن وتسوي لها fire and forget ايش الهدف من التاسك بكل بساطة نفطد نحن في عمنا ابليكيشن هذا الاول ابليكيشن ايه هم تبعنا شايفين وبدو يسوي اكتيفيتي بس تاخد وقت وما بدنا يعني خلينا نقول نخرب اليوزر اكسبرينس لانه هي تاخد وقت فمجرد الاند يوزر مسلا سوى ريكوست ممكن نحن نوديله خلينا نقول status انه اوكي ساكسس وبعدين نحن نسوي fire and forget لتاسك وهي التاسك بتروح بتسوي كل الهش تي تي بي هندلر وبنان عليها بيصير بزنس او ممكن هي عبارة عن خلنا نقول تاسك بتشتغل مثلا ممكن الابليكيشن تبعنا يخلق تاسك بتشتغل يوميا او ممكن في عنا clean up job بدنا نسويه على الاتابيس وهذا ال clean up job مثلا ممكن يسوي بعض الاجتيفيتيز بيسوي اجريكيشن بيسوي بعض الكالكوليشن وبنان عليها ايش بيسوي خلنا نقول بيعدل الاتابيس تبعنا او ممكن يشيك على اي شيء موجود عنا في النهاية هو في النهاية حسب البزنس تبعنا المهم هو التاسك هاي بتسوي كل الهش تي تي بي وهذا الهش تي تي بي مبني بحيس ممكن يكون كلاود فانكشن ممكن يكون اي url نحن بانيينه في سستن تبعنا ممكن يكون على اب انجين حتى تمام المهم هذا الهندلر هو هش تي تي بي بروتوكول ويرجع لي 200 او 200 واحد اي هش تي بي ستيتو سكوز على تهير اعرف انه خلصت التاسك تبعا طبعا في الكلاود تاسك عشان نوصل لا اسمه كلاود تاسك تمام او الشغلة بتسوي كيو او الشي بتسوي هو كيو طبعا هذا الكيو فيه له اسمه ريجن لكن الاهم هو ايش اه 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 في مجموعة براميترز لازم تتبع عليها طبع واحد ممكن يقول ليش كل هاي البراميترز ليش ماكس ديس باج ماكس كونكرين ديس باج هاي البراميترز او هذا الكلاود تاسك سيرفيس جوجل بتعتبر انه انت ممكن استخدمها بمئات الالاف من التاسك كوميا لانه بتفيدك في تحسين البرفورمس تبعك وتسوي جوبس او تسوي تاسكات بدان مثلا ما تحط سكيجولر جوب او تحط ويندوز سيرفيس تشتغل كل شوي وإلى آخري هاي بتساعدك تخلص من هذا ايش الموضوع طبعا في عندك ريتراي ميكانيزم وكل كام وإلى آخره في عندك الباك اوف في حال انه التارجيت هاندلر اللي هو بيست على اشتو تي بي بروتوكول صار فيه ايش مشاكل طيب نحن الآن مسوين كيو هذا اسمو تست كيو تو ما فيه ولا تاسك متل ما انا شايفين عادة ممكن يكون فيه مئات التاسكات ألف تاسك حسب البزنس طبعا كيف ممكن نسوي تاسك بالدوت نت لاحظوا عشان نخلق تاسك موضوع جدا بسيط يعني ما يحتاج ايشي عبارة عن جوجل كلاود لايبراري لاحظوا هاي هي من نزلها من نوكت باكيج مننزلها من نوكت باكيج كلاود تاسك لاياند كيو نيم عشان نحن معلومات الكيو هاي الكيو طبعا هاي معلومات الكيو عشان ايش التاسك تنتمي لكيو يعني لان انا ممكن اسوي تاسك من هون لكن للأسف من الكونسول ما في طريقة تسوي سكيجول اللحظوا ما في عنا طريقة سوي سكيجول قال له سويها مثلا بعد يومين بعد ساعة بعد ساعتين الى اخرين بس وراكة ممكن اسويها من هون ويصل لأكسيكيوت مباشرة مباشرة يصل لأيش بينما لما نسويها بالكود مثلا مثل حالتنا بدوت نيت ايت لاحظوا في عنا شي اسموه سكيجول تايم وهذا سكيجول تايم انه تشتغل مثلا بعد خمستاشر سانة مثل ما انا شايفين بنحطيها تاسك لي طب ليه احنا الان لو سوينا الرن طبعا التاسك هاي ايش تسوي رح تسوي اه get على اي بي اي هي كلاود فانكشن هذا الكلاود فانكشن اكتولي ما بيسوي شي بس بيرجع ايش بيرجع سترينج هلو جوجل كلاود طب كيف ممكن نعرف انه هذا قردي يعني او هذا صار عليه او هاي تاسك شتغلت ممكن نروح على اللوكز طبعا الكلاود فانكشن وننتظر الاكسيكيوشن ننتظر الاكسيكيوشن تمام خلنا نشوف الان سوي رن اول شي عشان نخلق التاسك طبعا التاسك created successfully لو جينا هون بناله refresh المفروض نشوف التاسك طبعا التاسك رح تشتغل الان بعد 15 ثانية ومجرد صلى اكسيكيوشن ساكسسفولي بتختفي مجرد صلى اكسيكيوشن ساكسسفولي بتختفي وطبعا مجرد اختفت خلاص بالنسبة لللاحظة لزاك حتى النام الجينيريتد هو جيو اي دي يعني راندوم نيم تمام المفروض هلا لو نصري refresh المفروض اي ايش اختفت لو جينا هون على اللوق تبعا جوجل كلاود كلاود فانكشن سوري رح يشوف انه ايش صار فيه request منين ايجاني request لاحظوا جوجل كلاود تاسك هاي راند اه ليش لانه الاجنت اللي حطه هاده هو اليوزر ايجنت هو جوجل كلاود تاسك اللي سوالي request جوجل كلاود تاسك وبتالي بتأكد انه صار طبعا هذا الاشتري بيقول ممكن يكون على ثير بارتي برا ممكن يكون على كلاود فانكشن ممكن يكون على application hosted على internal compute engine related لجوجل كلاود whatever المهم http url handler يسوي business وهذا البيزنس لازم يرجع لي status code واحد من status code related للميتين او ميتين وواحد ميتين واثنين الى ميتين وتسعة وتسين تمام هيك بيكون نحن عرفنا الكلاود تاسك ايش بتسوي واش الهدف منها اه حقيقة هي كيوتينيتي جدا مفيدة لكن الى الان احس اه اه تحتاج بعض الهاسمت يعني مثل مثلا موضوع هي ما هي job ما هي job مثل cloud scheduler اذا بتتذكروا cloud scheduler اه ممكن نحن نقول له اشتغل تاسك اشتغل كل شوي كل خمس دقايق او whatever اه وتسوي push على http call pairing مع التول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر